من الطموح والتفاؤل بإيجاد حل ينهي الحرب الدائرة في اليمن منذ سنوات إلى الاكتفاء من الأمر بمحاولة إقناع الميليشيات الحوثية بفتح الطريق من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين لعل هذه الكلمات تصف ما آلت إليه جهود الأمم المتحدة بشأن الصراع اليمني المبعوث الأممي مارتين جريفيذ يعود مجددا إلى صنعاء في زيارة سريعة استغرقت يوما واحدا في محاولة لإنعاش اتفاق الحديدة الذي أنهكته خروقات الحوثيين وعجز المستمع الدولي عن تقديم شيء إيجابي ينهي معاناة ملايين اليمنيين الذين يرى كثيرون منهم أن مهمة جريفيذ وتحركاته باتت تسير في اتجاه واحد هو الرضوخ لابتزازات الميليشيات الحوثية دون القدرة على انتزاع أي تنازل منها لصالح عملية السلام أو تنفيذ اتفاقات السويد لا سيما ما يتعلق بخطة إعادة الانتشار في الحديدة رأي يتفق معه محللون سياسيون إذ يقولون أن زيارة جريفيذ الأخيرة إلى صنعاء تأتي في سياق خدمة المصالح الحوثية حيث التقى فيها زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي الذي طالبه بالضغط على الحكومة اليمنية والتحالف العربي للسماح للحوثيين ببيع النفط الخام وكذلك فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية وتوفير رواتب موظفي الدولة في صنعاء فشلت الأمم المتحدة إذن وفشل مبعوثها الخاص إلى اليمن في تحقيق أي اختراق سياسي لصالح السلام بل أن الإنجاز الوحيد الذي يفاخر به جريفيذ والمتمثل في اتفاقات السويد تسبب في إنقاذ الميليشيات الحوثية في الحديدة ومكنها من فتح جبهات جديدة والسعي لعكس نتائج الحرب خلال السنوات الأربع الماضية عبر نقل المواجهات إلى المناطق المحررة بهدف إظهار قوة الميليشيات وجهزيتها لبدء المعركة من نقطة الصفر وحتى ينهي المجتمع الدولي حساباته السياسية ومعادلاته الاستراتيجية المعقدة على المستويين الداخلي والإقليمي يبقى اليمنيون في مواجهة عصابات لا حدود لأطماعها أو أطماع من يدعمونها